كده بتكلم على الأمور الرسمية لكن خليني أقول لك أنه الأمور الجماهيرية مبارح الزمالك كجمهور عمل مثلا يعني ملحمة أو ما توصف بملحمة جماهيرية بأنه أنا نادي القرن الإفريقي والله يبقى أنتم مقتنعين ولا مش مقتنعين ده موقفي ليه؟ لأن أنا واخد 9 بطولات مش 7 زي الأهلي في القرن الماضي واخد 4 دوري أبطال إفريقيا مش 2 دوري أبطال إفريقيا في القرن الماضي زي الأهلي فأنا أضيع في الأهلي وأنا أستحقها فبعدة لغات كتبوها وأصبحوا ترند ورد طبعا جمهور الأهلي بترند أن دي حاجة مضحكة وظهرت التغريدات ما بين هنا وهنا ولكن كان الموضوع لدرجة أنه بقى فيه ناس بتتكلم عليه من الصحفيين الأجانب أنه هو إيه الموضوع لدرجة مثلا أنه فيه ناس يعني غير مختصة في الكرة أو غير مشجعين للكرة بدأوا يتكلموا في الموضوع هو إيه الترند ده يعني إيه نادي القرن فيه ناس أول مرة تسمع عن الموضوع ده مبارح يعني مثلا الدكتور معتز عبدالفتاح والمحلل السياسي رح قال أنه قال أنا أعرف وأنا كأهلاوي يعني شايف أنه الأهلي يستحق اللقب ده لأن الأهلي كسبان مواجهات مباشرة ضد الزمالك أكتر طبعا هو مش دي المعيار لكن هو مثلا حد مش كروي اتكلم فيها فيه فنانة رشا مهدي رح يتمتكلمنا زمالكوية ومش فهم الموضوع لكن الزمالك قال كده فأنا كده أنا موافق فحتى غير الكرويين دخلوا في الموضوع واتعرف على النطاق واسع وده اللي الجمهور الزمالك كان عايزه لكن ماذا عن الأهلي المتضرر دلوقتي من خطوة الزمالك الرسمية أولا سألنا مصدر مسؤول في الأهلي قال لنا شكرا أنا مبسوط جدا إحنا موقفنا الرسمي مبسوطين أن الزمالك أخيرا أو رئيس الزمالك أخيرا ما بقاش كلام فقط بل أصبح الأمر رسميا طيلوا ليه مبسوطين قال للأسباب التالية مصدر داخل النادي الأهلي قال لنا اللي عملوا الزمالك ده هو مجرد طلب وإجراءات الحصول على الشعار تستلزم ما يقارب العام وأنا أقول لكم أنه ده صح يعني ده كلام المسؤولين في الأهلي لكن إحنا لما سألنا لنا إجابة بنفس الموضوع ليه بقى الأهلي بيشعر بالارتياح؟ قالوا أنه أخيرا جاء الأمر بشكل رسمي ودلوقتي هنحصل على حقنا طب ليه؟ قال لأن إحنا معنا ما يثبت بالمستندات أن إحنا خدنا لقب قرن الإفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالتالي ده بنصق أنه هي رجع علينا حقنا لما نبقى إحنا من ضمن الفترة بتاعة المهلة الستين يوم للشكوى هنروح بورقنا بسديهتنا بالحفلة اللي حضرناها بالصور اللي خدناها بالشعار اللي معنا في النادي ونقول لوزارة التموين والتجارة الداخلية والله يا مسؤولين أدي الأدلة أن إحنا ده أن إحنا اللي معنا اللقب ده وبالتالي إزايها تمنح الزمالك لقبا مشابها فسألنا المسؤولين في الأهلي طيب ماذا عن القطوة التالية؟ أن الزمالك سمى نفسه رئيس الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم مش نادي القرن زيك يعني حط كلمة وضف رياضة معينة فكانت الإجابة أن القانون اللي إحنا عارفينه واللي فيه حكم قضائي حوله إلى قانون قال أنه مش هنرفض التشابف الشعارات لأنها متشابهة بس ولكن أنا كمان يعني ما يبقاش مثلا مش نادي القرن وزمالك أنا نادي القرن هنرفض لا مش بس في كده ده كمان الرفض بيكون لو فيه شعار فيه تلميح أو إسقاط على شعار موجود بالفعل لأنه بالتالي بحسب الأهلي شعار الزمالك الجديد نادي القرن الإفريقي أو نادي القرن لكرة القدم هو بيلمح للشعار اللي هو إحنا أصلا واخدين عالمته التجارية من سنة 2003 تقريبا وأضاف المصدر من جانب النادي الأهلي قائلا بقى تساؤلين من خلال نوجههم السؤال الأول فين الالتزام بالإجراءات الوقائية اللي فرضتها وزارة الرياضة والحكومة على الأندية من موقف الزمالك اللي انبارح عمل وشفنا له فيديوهات بألعاب نارية في مقر النادي فيما يسمى الاحتفال يوم تسعة سبعة بلقب نادي القرن السؤال الثاني وجهه إلى وزارة الرياضة نفسها وقالوا ما موقفكم من استخدام الزمالك مبنى الوزارة بأشعة الليزر بلقب لا يملكه انبارح الزمالك كان فيه ليزر كده أشعة ليزر موجهة من جانب مقر النادي في ميت عقبة إلى المبنى المواجه اللي هو مبنى وزارة الشباب والرياضة مكتوب عليه بشكل بيطلع ويمشي نادي القرن الحقيقي فالأهلي بيقول للوزارة لقب مش مملوك للزمالك استخدم وزارتكم في أن يقول على نفسه لقب غير صحيح وإحنا أصلا مقدم لكم شكو سألنا بعض الجهات أو بعض المسؤولين في وزارة الرياضة على شكوى الأهلي قالوا أن احنا بنكون لجنة دلوقتي قانونية علشان تدرس شكوى الأهلي وتشوف هل ده ينفع إحنا لنا دور فيه ولا لأ وساعتها ممكن نصدر قرارا أو تعليقا على السلوك اللي بيسلكه الزمالك دلوقتي سواء من يفطت نادي الزمالك نادي القرن أو نادي القرن الحقيقي أو من تحرك الزمالك نحو الشعار أو من استخدام المبنى مبارح في أشعة الليزر اللي تعرضت أمام الجمهور أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ده الموقف كاملا من أول ما اتقالت القصة لغاية النهاردة موقف الأهلي وموقف الزمالك